شكراً لك. سؤال الأخير من أخونا عصام عم بيقول مساء الخير جان كل المحبة والاحترام إلك ولو ضيفك العزيز أرجو أن تسأله الأخ خلف عن موقعة الجمل ويفتل موقعة الجمل تأخذ معنا عشر حلقات لحالها أيها هي باختصار باختصار معركة الجمل معركة الجمل هي كل بعاركة حركة سياسية حركة سياسية هي محبي للسيدة عائشة واحترامي إلها السيدة عائشة كانت تطمع في أن يكون الخلافة لأهل بيتها وكانت تقدم عبد الرحمن أخيها عبد الرحمن ومحمد ولكن محمد بن أبو بكر كان يميل إلى جهة علي بن أبي طالب فكانت تقدم مين؟ تقدم عبد الرحمن وكذلك اللي هي بنت عمر بن خطاب اللي هي حفصة كانت تقدم أخيها عبد الله بن عمر وفي رواية أنه قالت له أنت قاعد هنا والناس وأخشى أنه في القطاعك عن الناس يعني شر لهم بما معنى كلامها يعني أنه اخرج الناس اظهر نفسك أنت خلي الناس تنظر إليك ويعني خلي الناس تبايعك يعني بما معضو عن الخلافة يعني فلما خرج عبد الله بن عمر بن خطاب إلى المسجد وكان معاوية بن أبي سفيان يخطب يقول معاوية كان يعلم أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي بن أبي طالب كانوا هؤلاء والحسن كان هؤلاء منافسين لمعاوية في موضوع الخلافة لمعاوية وابن يزيد فلما خرج عبد الله بن عمر فخطب لمح الكلام معاوية لعبد الله بن عمر قال من كان ينافسنا على هذا الأمر يعني الخلافة فليخرج لنا قرنة فلنحن أولى بها من هو من أبيه معاوية يقول لمين يلمح لمين لعبد الله بن عمر بن خطاب فيقول نحن أولى بالخلافة منك يا عبد الله ومن أبيك عمر بن خطاب فيقول عبد الله قال هممت يعني كنت على وشك أن أفك حبوتي كان يجلس بالحباء الحباء اللي هو بيجلسوا وبربطوا الحبل يعني حول صيقانهم مع ظهورهم بحيث أنهم يجلسوا ويسترخوا ولا يتعبوا ظهورهم أثناء الجلوس هذا بسببه الحبو فكان الحبو يعني حبوة اللي هي ثوب أو حبل يربطوا أثناء جلوسهم القرفصة هكذا الركبتين ملتصقة إلى الظهر ويربطوا حبل أو قطعة قماش حول صاقيهم وأظهرهم ثم يجلسوا بحيث يعني يجلسوا مسترخين بدون أن يلجأوا إلى القرفصة هيكذا ويتعبوا ظهورهم المهم فقال هممت أن أفك حبوتي وأقوم إليه وأقول له بل أبولى بل أولى بها من قاتلك وأباك على الإسلام قال ولكني تذكرت الجنة ونعيمها وما بعرف إيش وإن الدنيا هذه الدنيا ممر والآخرة آخرة مقر وكذا فيقول الراوي التابعي قال لك فخشيت أن يهرق دم عبد الله هذا في البخاري قال فخشيت أن تهرق دم فكانت السيدة عائشة طامعة بالخلافة من أيام عمر الخطاب أنه يعني لا كان الأولى بالخلافة أبناء أبو بكر مش عمر الخطاب فلما ذهبت إلى عمر الخطاب وقتل أرادت أن تظهر شقيقها عبد الرحمن فلما جاء عثمان وحدث مع عثمان أصبحت تعادي عثمان تحرض عليه أقتلوا نعثلوا فإنه كفر كذا يا عثمان لقد بدلت سنة النبي وهذا إناءه لم يكسر وهذا ثوبه لم يبلى وتحرض عليه اقتلوا نعثل فإنه كفر نعثله كان رجل يهودي في المدينة كان كث اللحية لحيته شبيهة لحية عثمان عثمان كان كث اللحية يعني كثيه في اللحية فتحرض تحرض تحرض حتى إلى أن قتل الزبير كذلك يقدم ابنه كان يرى الزبير نفسه خليفة وفي أهله إنه أنا ابن عمت محمد ومن أقارب محمد ومن أنسباؤه بالتالي أنا أولى بالخلافة كل وعد كان يرى خليفة هو فالزبير يحرض بالتالي أنظر إلى أنتقلت الخلافة إلى أبنائه مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير الزبير يحرض وعائشة تحرض وعبد الرحمن بن عوف يحرض على عثمان ولا أدري من من الصحابة وكل يحرض يحتج بأنه الفساد الخلافة كان يعني عثمان كان موضوع الخلافة موضوع بيت ما للمسلمين كان ينثره على أبناء عمومته وأقاربه وأخوانه من أمه وأخوانه بالرضاعة وعزل ولاة الأمور تمول توليتهم في أيام أبو بكر بأيام الرسول وأبو بكر وعمر ثم لما جاء عثمان عزلهم جميعهم وولى بني أمية كل بني أمية حطهم في على ولاة على الأمصار على الكوفة الوليد بن المغيرة بن أبي معيد هذا السكير كان يسكر يعني يسكر ويشرب شرب الخمر ولا أدري على مصر كأنه عمرهم العاص ثم عزلوا وولى في التالي لا أدري من هكذا وعلى اليمن وعلى البحرين أو إلى آخره المدينة والمكة فكان يعني يأخذ بالأموال ويخص الأموال لمن لأبناء عموته ووضع مروان بالحكم وضعه على بيت ما للمسلمين ومروان الحكم من أفسد الناس من أفسد الناس فلما قتل عثمان قتل عثمان فأصبحت التنافس على الساحة لما قتل عثمان تذرعت وبايعوا مين بعد عثمان بايعوا علي آلة الأمور إلى علي لم تقول لا للزبير ولا لطلح أبي عبيد الله ولا لعائشة أو آل عائشة فخرجوا على عثمان بحجة وذريعة ماذا؟ مقتل عثمان طبعا معاوية من جهة أخرى كذلك كان طامع في الخلافة وعمر العاص كلها طامعة بالخلافة فكان كل إنسان يتخذ موقف من إنسان آخر موقف عدائي بحجة بدريعة إنه مثلا خرجوا على علي في الجمل بذريعة عثمان إن عثمان قتل قبل أي شيء يجب أن تأخذ بثأر قتلة عثمان وتقيم القصص على قتلة عثمان ومعاوية رفض البيعة يقول لا أبايع حتى تقيم الحد على قتلة عثمان ابن عمي ومنها الكلام ويستدل بالقرآن فمن قتل مظلوما فقد فجعلنا لوليه سلطان مبينا الآية يستدل بهذه الآية عمعاوية على حربه ضد في صفين ضد علي بن أبي طالب وهو علي بن أبي طالب يقول أمهلوا الدولة حتى تستقر الدولة الإسلامية ويستقر الخلافة لي ويستقر الحكم لي سوف نأتي أقول لا فحثت معركة جمل خرجت سيد عائشة معها جيش خرجت معها جيش اللي بنافحوا بنكروا أنه أنها عائشة لم تخرج لحرب علي لماذا خرجت بجيش على أرس جيش ثم في معركة الجمل قبل معركة الجمل كان لا أدري كان مروان بن الحكم مروان بن الحكم كان في معسكر علي بن أبي طالب فرفع سهم وغتال زبير بن العوام هو الذي قتل زبير بن العوام اللي هو في معسكر السيدة عائشة فنشبت المعركة وهرب هرب مروان بن الحكم مروان بن الحكم يعني ضرب حجرين ضرب عصورين بحجر واحد نأخذ بثأر يعني قتل أحد الأشخاص الذين اللي حرضوا على عثمان ولو أنه كان لازال هناك الكثير من الأشخاص الذين حرضوا على عثمان وشاركوا في قتل عثمان ابن عمه لمروان بن الحكم ومعاوية فهرب إلى الشام فوقعت معركة الجمل وكانت الغلبة لعلي بن أبي طالب لمعسكر علي بن أبي طالب ووقعت مقتلة وذهب فيها قيل ثلاثين ألف إنسان ثم استسلمت الناس استسلمت الناس وحاولوا الناس بعض الناس حاولوا قتل عائشة الهودج هو سمي الجمل لسبب كثرة السهام التي كانت على ذلك الجمل على ذلك الهودج وقال أنه أصبح الهودج كظهر القنفذ من كثرة السهام على الهودج فاستسلمت السيد عائشة وكانت تبغض علي كانت تبغض علي وترفض يعني خلافة علي بن أبي طالب وهذا السبب الرئيسي في معركة الجمل فرجعت يعني تجر ذيال الخسارة والهزيمة وبقيت تكن لعلي وآل علي الكره لأنهم يعني كانوا يعني هم لهم الخلافة ولهم الملك حتى لأنه لما قتل الحسن بعد ما قتل الحسن وجاءوا أرادوا أن يدفنوا في حجرة حجرة أو في حجرة الرسول مع أبو بكر مع عمر رفضت منعت قال ما كنت لأدفنه ودفنوه في البقيع ثم لما جاءت الخلافة بعد راحة ذهبت الخلافة لمعاوية أكثر من يعني تقريبا ما يقارب العشرين سنة ثم لما لما كان على وشك أن يموت معاوية أو أوصى بالخلافة لمين ليزيد فأول الناس الذين أنكروا على معاوية هي السيدة عائشة قالت أجعلتموها لا من قال عبد الرحمن بن بن أبو بكر والسيدة عائشة تقف تقال أجعلتموها قيصرية جعلتموها قيصرية يعني ملكية وراثية فمروان بن حكم واقف والسيدة عائشة تعرف قصص مروان بن حكم أنه اغتال زبير وكذا فقال مروان بن حكم قال هذا الذي قال فيه القرآن أفل لك ولأبيك أتعدى لأبيه أفل لك ولأبيك أو بمعنى الآية يعني رحبا خلينا أمهلوني بس أبحثها أقرأ الآية بصراحة طورنا على أخوي متمحونا صبر ممحونا بس بالبحث لأنه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي إلى آخر الآية يقول مروان بن الحكم قال هذه الآية نزلت في عبد الرحمن أبن أبو بكر بده يشهر فيه يعني بده يقل من شأنه لأنه كان له شأن محمد ابن أبو بكر وأخه السيدة عائشة أم المؤمنين يعني ما كانته اجتماعي وقرشي فكان من منافسين للحكم فقالت السيدة عائشة قال لعنك الله يا مروان والله إني لا أعلم في من جاءت وفي من نزلت وفي من قالت ولكنك فضض فضض ملعون وأنت في ظهر أبيك تقول لمين لمروان بن الحكم هذا هذا نقطة من بحر في كتب في بطون كتب التاريخ التي لا يقرأها الناس للأسف أي نعم طويل هذا مختصر بالمختصر بالضبط شو اللي صار في معركة الجمل بالسديد يعني بالفعل يعني هذا مختصر يعني محتاجة حلقاته بصراحة المعارك الجمل الكارثة اللي صارت يعني ولهلا معركة الجمل شغالة عمّة بحلمة بسورية بتشعي آه من يوم هاي المعارك اللي بتصير والقتل والمذاهب اللي بتشوفوها بتسمعوها هي امتداد لما حدث بين الصحابة هي امتداد لما حدث بين الصحابة اينا